السؤال اللي معايا ده النهاردة احنا تسألناه على الهواء وإحنا حبيتي بقى في حلقة الرد على الأسئلة عشان ياخد وقته لأن وقت الهواء بيكون يعني ضيق فالسئلة كانت بيتسأل ما الفارق في بين القضاء المبرم والقضاء المعلق وكيف يعمل الدعاء فيهما هو ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب فالقلم قال لله وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فكل ما يحصل للإنسان هو مقدر عليه قبل ميلاده من الرزق بقى من الأجل بتاعه من يوم الميلاد بتاعه للأحداث اللي مرت عليه أثناء حياته على الأرض كل ده مكتوب ومن المقرر شرعا إن القضاء نوعان قضاء مبرم يعني هو ما قدره الله تعالى في الأزل وده ما يتغيرش لا يتغيره أبدا قضاء مبرم وقضاء معلق إيه هو القضاء المعلق ده؟ القضاء المبرم ده المكتوب في اللوحة المحفوظ القضاء المعلق هو اللي في الصحف اللي في يد أو في أيدي الملائكة الكرام فإنه يقال مثلا اكتبوا عمر فلان كذا إن لم يتصدق فهو كذا وإن تصدق فهو كذا يعني مكتوب في الصحيفة فلان ده عمره محمد ده عمره ستين سنة لو تصدق هيبقى عمره تمانين تسعين سنة أو يبقى عمره تمانين أو تسعين سنة ده مكتوب وده مكتوب إن تصدق ده الاسم المعلق إيه القضاء المعلق يبقى يكتب ينسى له في أجل وفي علم الله وقدره الأزلي إن فلان ده حيتصدق أو لا يتصدق يعني الله يعلم جل جلاله بعلمه الأزلي القديم إن فلان إن محمد سيكون مثلا من أهل الصدق فعمره بقى تمانين لكن هو في علم الله هو تمانين لإن ربنا يعلم إن فلان ده هيكون من أهل هو من أهل الصدقة ويبارك له في عمره عشان هو من أهل الصدق فالملائكة تلاقي تصدق فخلاص تعتمد لإيه؟ التمانين كمان الدعاء فلان ده حيمر بابتلاءات شديدة جدا يعني هذا النوع من القدر أيضا مما ينفع فيه برضو الدعاء والصدق إن فلان ده حيمر بابتلاءات معينة وإنه برضو عمره ده معلق على الدعاء ومعلق على الصدقة أو حوادث معينة بيعيشها في الدنيا تبقى معلقة على الدعاء والصدقة في القضاء الإيه؟ في القضاء المعلق يعني فلان دي مونة دي همشية في الطريق حيبقى بلها امتحان معين مونة حتدعي إن ربنا إيه يلطف بها في البلاء فيكتب لها اللطف في البلاء من هنا يعالج الدعاء القضاء القضاء الإيه؟ المعلق في القضاء المبرم في علم الله الأزلي معلوم مونة هتعمل إيه أصلا معروف هي هتقى الله يعلم ما سيكون منها هي هتختار إنها تدعي وتصبر وتسأل الله وتلح في الدعاء فيتخفف عنها ويحصل اللطف به سبب الدعاء فالملائكة عندها إنها هتمر بالدعاء بالأزمة الفلانية لو كانت من الذاكرين الداعين حيتلطف بها ما كانتش كده حيبقى خلافه نفس بقى القصة في كل شيء وعليه يكون برضو حتى فلان ده هيكون من أهل الصدقة والإعطاء وبيصر رحمه بتاع فيزاد له في عمر في القضاء الإيه؟ المعلق وعليه يكون تفسير الحديث الصحيح اللي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أحب أن يبسط عليه في رزقه شوفوا بقى الحديث ده من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أسره يعني يزاد له ويمد له في إيه؟ في الأجل بتاعه عمره يطول فليصل رحمه اللي عايز رزقه يكتر واللي عايز عمره يطول النبي قال إيه؟ فليصل رحمه فيكون ما في أيدي الملائكة من الصحائف إن فلن ده لأجلين لكن وفي علم الله معروف أجله إيه؟ وإنه سيصل رحمه فلن ده هيصل فيزاد له في أجل ويوسى عليه في رزقه وده المراد وهذا هو المراد بقوله تعالى لكل أجل كتاب يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وكذا بيفهم منه معنى الحديث الورد في السنن لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر يعني الدعاء بيعالج بيدفع القضاء المعلق يبقى أنا اللي متأخر بقى عن الدعاء وإنه الإنسان بيزاد في عمره إذا كان من أهل الخير فالقضاء المعلق هو ما في أيدي الملائكة في صحائف الملائكة والمبرم هو السابت في علم الله تعالى وهو لا يتغير والدعاء لا يتغير به القضاء المبرم إنما يتغير به القضاء المعلق هاختم بمثال بسيط أنا بمر بامتحان شديد يا أقبل اللي امتحان بعين الرضا والسبات وكسرة الذكر وسؤال الله العافية يا إما أنا بقى أكون ألعن في عشتي زي ما الناس بتشوفها وتتأبى على القدر وإزاي يا رب بتعمل فيها استغفر الله بعض الناس بتعمل كده في إما أنا من أهل الرضا وإما أنا من أهل بقى حالة الصخط اللي بيكون فيها بعض الناس طيب أنا في أزمة توجهت إلى الله بالدعاء فتتحل الأزمة بما فيه الخير للإنسان وأنا في أزمة ولم أتقبل الأزمة دي ولم أدعو الله وخلاص يكون للإنسان ما قدره الله تعالى على قدر سعي ده سعى بحسن الظن في الله وبالدعاء وبالصدقات مثلا والآخر سعى لم يسعى بخير إنما سعى بضجر وعدم رضا ففي صحائف اللي في إيد الملائكة إن فلان ده مونة دي أحسنت بالدعاء فخفف عنها القضاء أو بقى رفع عنها خالص ليه؟ لأنها سعد بالدعاء فما قلش إزاي إنه ده بيرد القضاء أيها بيرد القضاء المعلق يبقى سعي الإنسان له آه وبعرف وبعدين علم الله بالفعل لا يعني إجبار الإنسان عليه الله يعلم أزلا إلا حيكون من نادية والإلا حيكون من مونة والإلا حيكون من أحمد والإلا حيكون من محمد كل ده معلوم مكشوف لله تعالى فيه معلوم فيه أم الكتاب لكن سعي بقى الإنسان دلوقتي أنا إلا علي أن أنا أسعى أدعو أتصدق أصر رحمي أصنع الخيرات وأكتهد في القيام بيها علم الله سبحانه وتعالى لما سيكون مني من فعل في الحياة في الرحلة بتاعتي الأرضية دي لا يعني إجباري عليها إنما ده ربنا سبحانه وتعالى يصر للعبد الطاعة ويصر للعبد المعصية ودلوا لاختيار يتكون عبد طائع فتياخد تساب يتكون عبد عاصي فتعاقب إنت بقى تكون راضي يما تكون جاحد ومشاك لا أنا كنت راضي وخدت بالأسباب اللي تعني على إني أدفع هذا السوء من ضمن الأسباب الدعاء فيدفع عن الإنسان السوء بالدعاء اللي كان فيه في مكنة اختيار إن يقدر يختار إنه يدعو يكون من أهل الطاعة أو إنه يكون من أهل النكران فإحنا برضو يا سيدتي الفاضلة بنختار دي اختيارتنا أن نكون من أهل الطاعة أو أن نكون من أهل العصيان ونسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من أهل الطاعة والرضوان